احتلال الفرنسيين لمصر عزيز الطالب لقد وصلت الحملة الفرنسية إلى سواحل الإسكندرية في أوائل ليوليا عام 1798 ميلادية ثم نجح الفرنسيون في احتلال مدينة الإسكندرية بعد مقاومة أهلها بزعامة حاكمها الوطني المصري السيد محمد كورايم ثم سلكت الحملة طريقين ألف طريق بري من الإسكندرية إلى القاهرة عبر صحراء الرحمانية وطريق بحري سلكته مراكب الأسطول الخفيفة في فرع رشيد ثم حدثت أول مواجهة بين الفرنسيين وزعماء المماليك وكان معهم الوالد التركي وقوة من فرسان المماليك والجنود الأطراق بلغت حوالي ستة آلاف جندي بقيادة مردك عند شبرخيط وانتهت معركة شبرخيط بهزيمة المماليك ويرجع ذلك إلى اعتماد المماليك على أسلحة تقليدية وبدائية بينما كان يعتمد الفرنسيون على الأسلحة الحديثة وهذه الأسلحة هي التي حسمت المعركة لصالحهم ثم تقهكر مراد بيك نحو القاهرة في الوقت الذي كان أهالي شبرخيط يقاومون الغزو الفرنسي ويهاجمون الأسطول الفرنسي من الشاطئين ثم واصل الفرنسيون زحفهم حتى وصلوا إلى مبابا وكان ذلك في يوليا 1798 ميلادي وهناك في مبابا دارت معركة مبابا بين الفرنسيين ومراد بيك أطلق عليها الفرنسيون معركة الأهرام ثم انهزمت قوات مراد بيك رغم قصرة القوات المصرية ويرجع ذلك لتخلف أسلحة المماليك وتسلح جيش نابليون بنابرت بالقنابل والأسلحة الحديثة وبعد هذه المعركة فر مراد بيك ومن بقي معه من المماليك إلى الصعيد بعد حرق السفن التي كانت تحمل الزخيرة حتى لا تقع في أيدي الفرنسيين وكذلك فر إبراهيم بيك شيخ البلد وأصبحت القاهرة بدون حامية فخرج نابليون بنابرت في 10 أغسطس 1798 على رأس قوة عسكرية لتتبع المماليك بزعامة إبراهيم بيك وتمكن نابليون من هزيمته عند الصلحية بمحافظة الشرقية وفر بعدها إبراهيم بيك إلى سوريا وفي ذلك الوقت وصل إلى نابليون بنابرت رسالة من القائد كليبر بالإسكندرية ما هو محتوى هذه الرسالة؟ كانت هذه الرسالة تحوي على تحطيم وتدمير الجزء الأكبر من الأسطول الفرنسي عند أبي قير على يد الأسطول الإنجليزي بقيادة القائد الإنجليزي نيلسون وفي هذه المعركة قتل القائد الفرنسي للأسطول الفرنسي وخسرت الحملة أسطولها البحر الكبير